كمان منتكلم على مستوى أولادنا أولاد النادي الأهل في المنتخب كمان عمر السلية وشارط الكابتنة والشكل الرائع اللي ظهر به على المستوى الفني وعلى مستوى يمكن كتب النهاردة تويتم عمر السلية أو مبارح كان بيهني الجماهير وكمان بيتكلم على مبروك النتيجة والروح بيتكلم عن الروح اللي ظهرت في عمر السلية انه عمر السلية نضغ جدا على مستوى الأداء ونضغ جدا على مستوى المسؤولية ققائد للمنتخب والنهار وكنا شوفناها في الملعب بيقدي كمان غير الاداق الفني الحلو بتعام روح قتالية عالية جدا. لا هو لاعب يعني ما شاء الله برضو الخبرات اللي أخدها مع النادي الآلي يا كابتن هاني. مزبوط. خبرات كبيرة جدا. وصل لمرحلة نطج وبرضو على قصة الشارة دي. آه. هزا أخد رأيك فيها برضو. يعني قصة الشارة. مفيش داعي ان احنا نوجد مشكلة. أصلا يعني ما حصل انه عمر لما لعب هو الكابتن فبالأدمية. بالأدمية. لان انت ما تصدرش كل معسكر نقعد نتكلم على مين الكابتن. يعني حتى بنحط محمد صلاح في مواجهة مع زميله. حارك طبعا. آه. يعني انت الموضوع اعملوه بمنتقى البساطة. يعني ما تقوليش أصل أوروبا. وانت عايز تعمل زي أوروبا اعمل حاجات تانية. إلعب زي أوروبا. إلعب زي أوروبا. عشان تقول بعد كده ان انا عايز اعمل الكابتن زي أوروبا. وبعين لما يبقى عندك قعدة ثابتة واضحة محدش يختلف عليها. خرج عمر السلية ادى الشارة يا للنني يا محمد صلاح مفيش مشكلة. هو ادعى لصلاح هو راح للنني الأول فالنني قال له اديها لمحمد صلاح ماشي. لأنه هو النني وصلاح تقريبا يوم واحد أول. اللعيبة نفسها جوة الملعب هي دي تيجي من اللعيبة. لكن ما تبقاش قضية على مستوى الإعلام ولا قضية تترمي للإعلام يقعد يتكلم فيها يعني. صحيح صحيح طيب.